أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تحمل الأطراف الدولية عن المسئولية القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة وتدخل لوقف تلك الانتهاكات جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ كريم خان حيث حارصا شكري خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين من جهته قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الحالة في فلسطين بما فيها الأوضاع بغزة قيد التحقيق والدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق وهو الضامن لإنجاز العدالة اشتركوا في القناة